نعلم بأن الكويت تعاني من اختناق مروري كبير ودائما يكون بين الساعة السبعة الصفح طبعا لغاية الساعة ثالثة مساء الممكن يستمر يعني صراحة ما لنا وقت معين فشباب الكويت عندهم مبادرة جدا جميلة كويت كوميوت لتشجيع فكرة النقل الجماعي والعمل وزيادة طبعا زيادة الوعي المجتمعي لدى الأفراد بشكل عام يعني كلنا صراحة يطالبون شركات الحافلات سواء كانت الحكومية أو يعني الخاصة بأن يوسعون الشبكات ويطورون هذه الشبكات بمستوى تليق بالنظافة بالخدمات بأيضا يعني مثل ما احنا نسافر كلنا ونقعد نستخدم الباصات ليش بالكويت ما نستخدمها الشباب هنا ما قصروا وعطونا التفاصيل والعلاج بالذلاء نشوف هذا التغنير وارجع بعدها مع ضيوف الكل هذا الآن نفصل فيه أكثر بالتأكيد رحب بأخوي العزيز جاسم العواضي مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية بمبادرة كويت كوميوت وكذلك الأخ العزيز عبدالله الروضان عضو اللجنة التنفيذية بمبادرة كويت كوميوت وسأكم الله بالخير وكل عام أنتوا بخير بسنة جديدة أستأكل الله بالنور وكل عام أنتوا بخير وصح وسلامة الله يسأل وكنتمنى إن شاء الله يرى بتكون سنة خير وسنة مواصلة تنقل جماعي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني نحن كنا يعني أمل بسنة جديدة نعم إن شاء الله يا رب طبعا هذه مبادرة لنتوا اللي سويتوها يعني يا لا هي شركة باصات جديدة سويتوها ولا هو آب جديد نزلتو يعني وله موضوع تجاري هي مبادرة وطنية شبابية منكم جاسم صحي لأشي تلك الفكرة هذه احنا كلنا عندنا سيائير ومرتاحين رايحين ورادين والله الفكرة يعني طبعا المسافر كلنا نستعملها بالجماعي فبالفين ستاعش صيفي الفين ستاعش كان عندي اجتماع القربي يم دوامي شارع فهد السالم آخر الشارع فما كان ودي أخذي تاكسي ولا كان يخلق أخذ فيارتي أروح دوانا المسافر فقلت يعني أخذ يعني تقول يعني مغامرة تجربة أخذ الباص بالكويت شئ المشكلة صدفة كانت اي صدفة راح طرعت من مقار عملي راحت شارع فهد السالم مالي ويركبت الباص ورحت ورحت الاجتماع وشفت أن الموضوع جدا سهلس وسهل سهل وهذا بالصيف 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 ورديت نفس الشيء طبعا يعني ردت فعل كان عند أحد الأهل وكان مظلوم أني أنا مايت بسيارتي فعني قلت بعد كم سنة قلت خاص بأسوي شيء أطور من بلدي ومستمر فيها اي مستفر فيه نعم ممتاز عبدالله جربتها ولا للي أنا للأمانة مجربها مع جاسم أيام ثانوية كانت تجربة أحكي لنا سوي ناردي بلضبط عليك نار بالضبط شفت جاسم بلش المبادرة بشهر سبع العام فقلت ليش ما أحاول أطور من هالفكر وساعد جاسم حبيت الفكرة قلت بالأمانة من الأساس ودي أني أشوف إلى أي حد نقدر نوصل الله من التوعية من المبادرات الشبابية فكلم جاسم وقلت له بالأساس مثل ما سألته ليش بلشت يقول لي للأمانة وكل شفافية وصراحة زهقت من الزحمة أبي أكسب وقتي فكان الهدف أني بيكسب وقت هالنص ساعة هالساعة الأربع بدلا هو قاعد بالسيارة واقف بالزحمة والأعصاب يعني ضربة على الآخر قال بقعد بالباص بكمل شغلي بوصل لي الدوام وأنا مخلص مستفيد بهالنص ساعة فكرت فيها قلت أنا أتمنى لو أقدر أني أكون بنفس الموقف للأسف الشديد ما عندي المجال أن الباص وديني إلى مقر عملي فبلشت فكرة صغيرة وجاسم طور منها والفريق العامل عندنا يعني مبدعين للأمانة يعطيهم العافية وحبينا نطور من هالشيء والحمد لله يعني الحين عندنا عدة مشاريع ومعارض بتشارك فيها إن شاء الله ممتاز يعني أنت جاسم حين الهدف منها طبعا هو عساس أنك مات بالزحمة ومات بالزعاج هو أريدي الباص يعني حالة حالة باجي السيارة وفيها زحمة لا والله بالأكس يعني أنت ما تقعد بالباص مرتاح تقدر تقطق باللابتوب بتليفونك وما تقضي شغلك تقضي شغلك تقرأ تسوي أي شيء ولا تكون يعني خطر لغيرك كذا أنا بالسيارة وما تقطق بالتليفون هذا خطر بس أنه بالباص مرتاح يلهم والله التعامل مع السيارة الثانية فلا يعني قلت وبعده الباص بكل دول العالم جزء أساسي من منظمة النقل نعم أي إن كان أي دولة لكن شون يقول لك يعني لله الحمد إحنا دولة غنية ما شاء الله ويعني والكل مقتدر يعني بأن إيب سيارة يعني سواء كانت يعني على حسب يعني إمكانياتها يعني فهي موضوع سهل نوعا ما فيقول لك أنا ليش أدخل في في أمور الباصات هذه إحنا دائما نشوف يعني المقيمي العمال أهم اللي قاعد يستخدمونها لتوفير المال أوه صراحة يعني الفكرة مو بس توفير مال الفكرة إن تطوير مستوى المدينة أو الدولة إنت لو تشوف مثلا في كل دول العالم الكبيرة دائما شوفت النقل العام على مستوى راقي وكل الناس تستعمله فهذا يعين لك إن النقل الجماعي مو بس حق اللي ما عنده اقتدار نشتري سيارة إنه أحسن أفضل أفضل لك للبيئة والعملية أكثر يعني وانا اللي أشوف يعني بيننا نحن نملك أحسن بسات يعني حتى عندنا الحين بس بس لندن أقرأتهم بطلقين وتشوف داخل يعني حتى بره يحط لك بيننا في واي فاي وأيضا يعني تكييف موجود وتلفزيون يعني متكامل مريح لكن إلى الآن إحنا ما نركب البس للأمانة مثل ما تفضلت هي جزئيتين الجزئية الأولى تخفيف الزحمة الباص الواحد يشيل تقريبا من ثلاثين إلى خمسين شخص نعم وإذا حطيت هالخمسين شخص بسيارات تحتاج على الأقل إذا كل سيارة في خمسة شخص عشر سيارات بس الباص يغطي مساحة أربع سيارات فأنت موفق ست سيارات من الزحمة صح كلام سعلي فهذه كبداية كجزئية أولى أننا نحن نبي نساعد بأزمة الزحمة الجزئية الثانية اللي تفضل فيها جاسم أنك تكسب وقتك صح مثل ما تفضلت بالضب مثل ما تفضلت إحنا دولة غنية لله الحمد وعندنا القدرات والمكانيات أن كل واحد يكب سيارة لمرتاح ويروح ومثل ما تفضلت الباصات منطورة فيها تكييف فيها الواي فاي ومريحة ممتازة فليش ما تكسب وقتك هذا الهدف الأساسي التوعية الناس فكر عامة الناس أننا نسألهم ليش ما تتابعون أنتم كون بصاح أشوف يعني هم في إشكال ثاني يعني يقول لك الحين أنا مثلا ماكو محطة قريبة ينبيتي محتاج أني أمشي مسافة بالشتاء ما عندي مشكلة فرضا لكن يقول لك بالصيف صراحة أنا حر يعني وانا بمشي إليه الباص هو هنا موضوع الخدمة توفير الخدمة يعني حاليا الخدمة بس متكدسة في بعض الأماكن المناطق معينة المناطق العمالة ومناطق مثلا مدينة الكويت والسالمية بس لما أنت تخلق نظام فيه يخدم الكل كل المناطق السكنية ويخدم يعني المشي يعني نحن وائد من المناطق الكويتية ما تتمشي بالشارع نظرا أن كلها مصافة وسيئر فلما أنت تحل مشكلة المشي راح تنحل الخدمة معها وهذا شيء طبيعي يعني مثلا لو تروح لما تسافر ما تمشي أكثر من 15 دقائق وإحنا ما نفكر فيها مثلا بأوروبا وأمريكا عندهم مشكلة ثانية غير الحر عندهم الثلج والمطر احنا ما عندنا يعني ثلج فهم هما عندهم مشكلة احنا ما عندنا إياها ويتعاملهم معاها وناجحة نعم والحين الباصات 150 ولا زادوا لا الحين الباصات 250 شم صار مع أخوي 150 أي مكان يوصلك ربع دينار ربع دينار رزينا وفيه اشتراكات صحيح شهرية او لا معكم اي نعم أنا شخصيا مشترك ناشنلس ومستانس عليك طبعا أنا مع الباصات أنا سايق ودين ويبني فأنا مرتاح لأنا عم تقضي شغلك يعني حتى عدد الحين الحلقة بسيرة قاعدة راجعة وكذا وشي جدا مفيد يعني لما تكون مثلا موجود في نقل عام وحتى يعني ذلك النقل الخاص أمو منحنا فاصل إن شاء الله وراح يعني نفصل أكثر معكم نطلع فاصل اشتركوا في القناة مبادرة وطنية شبابية كويت كوميوت يعطيهم العاف يعني شباب الكويت هم اللي بادروا فيها جاسم العوضي وعبدالله الروضان وإيضا مجموعة أخرى يعني احنا ودي نتعرف أيضا على الأعضاء اللي في المبادرة وشنو مشاريعكم الجاية يعني عشان تشجعون الكلعة حين أنا شجعوني ركب باص وهو الأعضاء يعني ما شاء الله يعني أكثر فعل اللي بتفعله معنا فعل نسائية ممتاز يعني حاليا نحن معانا قسم من جامعة كويت قسم كلية العمارة معانا بالمبادرة هالة العيسى لطيف العيسى رن العجراوي وأصايل السعيد وطبعا معانا أخوي ورفيق دربي عبدالله الروضان كافي راكب وياكباص أيام الثانوية الله يسلم هذا قبل تسويها الحين صعب الحين صعب بس انتم الحين بتسهلونها إن شاء الله إن شاء الله وكانت كذفة عالية تكلمنا بجامعة الأمريكية في الكويت وتكلمنا بعد جامعة كويت كلية عمارة ونظمنا يوم ركوب باص من الصالحية للمباركية وردة ويومها شاركوا 42 شخص ممتاز هذه كانت رحلة رحلة بس أنكم تجربون طبيعة الباص صحيح وأن يشوفون على الأرض الواقع مدف الفوائد فيه بالكويت الكلام ليس مرتوعة جاسم بس الرحلة التي نسقناها نعم نسق عدة رحلات بالمستقبل الهدف أن هالرحلات نرى الناس طريقة استخدام الباص أغلب الناس ما هم عارفين تكلفة الباص الطرق الموجودة يأخذني من أي مكان يوصلني إلى أي مكان فليتفاعلوا معانا للأمانة عوائل أطفال صغار نعم فكانت رحلة جدا ناجحة الحمد لله والله الحمد وحبينا أن نطور منها رحلة فقلنا ليش نسويها رحلة مرة كل شم شهر ليش ما نسويها شهرية عشان نزيد كمية الناس الموجودين وزيادة على هذا هم بنشارك بمعارض إن شاء الله جاسم يشارك لكم المعارض شون الطريقة هذي الحين نحن عندنا إن شاء الله معارض رئيسة الفعيق المعماري هناك أخت أبراغ الإبراهيم نعم ونسوي حادث إن شاء الله هم كونهم شركة استراتيجية بمزارة الأشغال رح يكون عن الموضوع الاستدامة وفيك هذا شخص رح يشاركون في المعارض هذا بحديقة الشهيد وإحنا رح نتكلم عن الاستدامة بالنقل وإحنا إن شاء الله بعد هم في معارض هالشهر رح نشارك فيه بس يعني التفاصيل ما ما قدر بيحلنا بس إن شاء الله رح نزودكم في أول بأول وطبعا ودنا بعد هم عندنا لك هم بشي اسمي عدد من المحاضرة رح نتكلم فيها مع الناس إن شاء الله قريبا ممتاز يعني الحين حتى بثلا مواصلاتنا عندنا عندنا أب بعد نزل في الأب ستور تطبيق أن نعرف الباسوير رايح والمسافة وكذا صحيح صحيح نزل إن شاء الله بس فكراتنا إنه موضوع مو بس أبل أبل أب مكمل على شيء موجود إحنا ودنا نطور الخدمة نفسها إنه تكون أكثر عملية حق الكل حق الكبير والصغير وضوي الاحتياجات الخاصة هذين الفئات شوية مهمشين من ناحية النقل ونشوف إنه هذي رح يساعدهم إنهم يتكلون على نفسهم ودعنا ما يتكلون مثلا على سائق أو على أهل نعم بس أيضا توضلي إضافة بسيطة حاليا دولة الكويت 2% من سكان دولة الكويت يستخدمون الباص فقط 2% بس من التعداد الإجمالي كامل المقيم والمواطن بالضبط بس 2% 2% نسبة جدا قليلة 70% نحن بالكويت مقيمين صح فشوان 2% هذا الأرقام الرسمي من دولة الكويت وكان هذا عشان 2006 طاح الرقم 5% إلى 2% شي صادم أو نزل يعني ليش نزل للأمانة هو نزل لأن سهولة المركبة القيادة أنك تستخدم سيارة جدا سهلة وما أحد يركب الباص إلا للمحتاج وما هو قادم للأسف الشديد يعني أتوقع جاسم الوحيد يركب الباص مصر يركب الباص وبالعكس أنا أهني وعلى هالمبادرة بالأساس وعلى التشجيع نحن الهدف الأساسي حاليا الهدف الأول الأساسي زيادة التوعية هو هذا أهم شيء هي التوعية أهم شيء التوعية والإقناع بأنك تغنع الشخص بأن أركب الباص وفعلا بعده و بعده لازم نحطه بشارة بأن النقل العام جزء من خدمات الدولة حال حال المطافي الشرطة الصحة التعليم هذه بكل الدول العالم يشوفون نقل عام من هذه الناحية بعيدا لازم نزيد المحطات وفي كثير من المواطنيين تكون بأن بالكويت في محطات كثيرة لكن الحين مبادرتكم قاعدت تطالب بزيادة المحطات محطات الانتظار للباص فعلا زيادتها وتطويرها لأن الحين ما تلقى دولة بالعالم يعني حاطين عامود بالشارع هذا مو محطة محطة تكون مكان مضلل تشوف الخريطة وين الباصات يا رادة مهمة جدا الوصول السائق بالوقت المناسب إذا أنا بروح بطلع بالباص مثل ما قلت إذا بطلع بالباص ومتوقع أن الباص يوصل لساعة ثمان ولكن كل يوم يتأخر من خمس دقائق إلى ثلث ساعة جدولي يتغير فإحنا البداية قلنا زيادة الوعي ويشوفون النقص اللي موجود ومن هالنقص ودنا نطور نطالب بحقوقنا إحنا كمواطنين كويتين كمقيمين لتطوير هذه البنية التحتية الموجودة نعم طبعا وإحنا الآن تدرون يعني في مشاريع قادمة وخطط قادمة فهل عندكم مطالبات للحكومة للبلدية بأن تنظيم السير أكثر مع طبعا وزارة المواصلات أن المحطات تكون موجودة يعني لازم تكون عندكم مطالبات معينة نحن نجتمع مع مدير العام للبلدية أبو عبدالله المهندس أحمد المنفوحي واجتمعنا بعدما رئيس مجلس إدارة الهيئة العام للطرق والنقل البري المهندس سعود النقي وكان فيه تفاعل لأنه حسوا أن صدش نقل الجماعي يجب أن يتطور وإحنا أودنا مشاركتهم ليش لأنهم مثلا الهيئة العام من الطرق والنقل البري عندهم سيطرة على حرم الطريق اللي هم من الرصيف للرصيف وفوقهم البلدية وهو اللي يخططون البلد وطبعا ماخطين يعني موضوع كتف الطريق اللي هو الرصيف فمحتاجين هم أهم وهم تجتمعنا مع المهندس سالم الحلوات أبو عبدالله رئيس هندسة الطرق المرور أنا أسف في وزارة الداخلية وإحنا نحاول نتواصل معهم مع ناس ثاني من الجهات مختلفة عشان نقدر نوصل على الأقل لخط تواصل وهم بعدين إن شاء الله عما غريب رح نقدمهم خطة عملية مدروسة أنهم يطبقون هذا النظام هذا ويطورون مرفق عام اللي هو نقل عام بالكويت كن مكترحات الأمانة مثل ما تفضلت مكترحات كخبرتنا وتجاربنا في هذا النظام فحابين أن نطور من الشيء البسيط جدا شيء بسيط ولكن يعني إذا جاسم بدأ كأول من أواء الأشخاص اللي سيخدمون الباس ليش نوقف عن جاسم ليش ما نكمل بعدة الأشخاص ليش ما نحط كوادر حق الناس اللي بيرحون الدوامات إذا ركبت الباس ممكن يتاح لك ربع ساعة زيادة بالوقت في عدة اكترحات شوفوا لازم تبلش بمكافآت والله يا جماعة بالوزارات وكذا اللي يروح بالباس كذا تصير لنسبة ولدنا شديد الحمد لله سائرة موجودة سائق موجود الأمور سهلة والبانزين رفعه وما عندنا مشكلة فعملة الإقناع جدا صعبة والكل يعترض يقولك بأن الجو يعني تذكرت في مناطق فيها جليد وفيها سقيع يعني لكن نحن بنسبة لنا الحر يقولك يبلي برد ولا حر ففي أجواء تختلف جاسب يعني الموضوع وتحدي كبير والله طبعا هذا جزء من يعني تطوير النقل العاملنا نواجه ونتعامل مع التحديات وعندك مثلا موضوع الحر يعني شي جدا سهل أن نسوي مثلا أماكن مظللة حق الناس توقف أو مكيفة والحين حاليا موجود بالكويت أماكن محطات مكيفة بعضها نسوي مثلا حتى نمشي موقع من خمس دقائق لمحطة الباص ونكون في تنسيق بين كل الشركات أننا أعرف بالضب متراح الباص عشان واحد يقدير يخطط لا يقعد بالشمس تلساعة ربا ساعة يبي الله تخطيط يبي الله يعني هذا مو بيوم وليلة طب يعني هذا على مشاريعنا وعلى خططنا القادمة يعني بعدين وفي المترو هذا المترو هذا بشي للباص هل تتوقع لا أبد أبد أموم مكملات مكمل ما تقدر تأخذ المترو من دون الباصات والباصات من دون المترو فعلا للأمانة المترو حق مسافات طويلة الباص حق مسافات قصيرة فهذا يكمل الثاني وبس برجع حق نقطة مثل ما تفضلت أن الباصات والحرب دول بالخليج مثل دولة المرات المتحدة عندهم باصات ومحطات الباصات مضللة وعليها طاقة الشمس تكيف المحطة وللأمانة عندهم الرطوبة جدا عالية بالصيف فإذا أهمح عندهم هل هل أمور مجربينها ودارسينها موجودة فليش ما نقدر نسوه نفس الشي ننطبق بعد موضوع أن المترو يلغي الباص هذا الكلام يعني قرأت به الموضوع وشفت مثلا لندن لندن اللي كلنا نروح هناك تستعمل المترو بس يوم تشوف الأرقام وتقول أنه أكثر سبيل نقل الجماعي في لندن هو الباص الباص وليس المترو وأكثر منه بأعتقد لشانار خاص لا كلها كرت واحد نعم كلها كرت واحد بس لا لأنه سهولة تركيبة واستعمالها أكثر من المترو المترو يبي لها خط سير تكاليف والباص أسهل بس أنك تلغي تلغي محطة بس أن الباص ما يوقف هناك أما المترو إذا تلغي محطة أو تزيد محطة يعني يبي لها عمل مهول وأن هذا جزء أساسي اللي أكثر استعمالها بلندن الباص وليس المترو ذكرتوا بأننا قعد تسوون حاليا مثل حملات أو رحلات هذي اللي يريد أن تواصل معاكم تواصل معاكم عندنا موجود حسابنا بإنستغرام وتويتر كويت كميوت وإن شاء الله أي أحد ينقتراح نعظرين أن نستقبل الاقتراحات الأخوان والأخوات ودائما نحاول تواصل مع الجمهور لأنه هو أساس المشروع ممتاز وهذه الرحلات يعني يوسعوها بدأ من الجو حلو الآن أبد الله يليك والله أحنا للأمانة أحنا نوسعك على قدر الستطاع حاليا نحنا مركزين تفاعل إذا فيه تفاعل نطور منها بدلة تكون شهرية تكون أسبوعية مثلا فإحنا حابين أن نبلش بهالمبادرة مع دعم المواطنين مع دعم كل الأفراد اللي ودهم يشاركوننا بهذه الرحلة إحنا ناقصنا شيء واحد ناقصنا حق الجماعة اللي يقول لك ما ودي أكب الباص ما نحب جربوا هذا طلبنا الوحيد للأمانة جربوا معنا مرة وحدة إذا ما عجبكم على الأقل قلتوا جربتوا تجربوا بالحياة نعم والله شوف يعني أنا شجعت ممكن أن أشوف الآن الردع الله يعافي نضبطهم الروح لكن عندنا مشكلة لازم نطلع مشاكل مثلا حتى لما بروح المجمعات يعني أي باص الحين أنا بشامية بروح الأفينيوز أي باص يودينا ما في باص ما في باص من المشاكل عندنا يا بالكويت أن الخطوط الباصات ما تغيرت يعني هذا أهم شوف إذا سويته خط يودينا من مناطقنا إلى المراكز الرئيسية لنا يعني المجمعات التجارية حديقة الشي دمكن فيها يعني لماكن الرئيسية خصوصا المجمعات اللي بتسألون علينا تشفتون معناتنا بلاب نيوز مستشفيات المطار هذا شيء أساسي نحتاجها للعنصر عنصر أساسي المطار فيه يباص يودي بس ما يودي المناطق كلها ما يودي المناطق كلها بو المناطق كلها يعني أنا شخصيا مثلا كان عندي محاضرة بالجامعة الملكية أنا العادة بسيارتي 25 دقيقة بالباص خذي بني ساعتين ليش لأنه يوقف بطريق جدا طويل وأنه أول مضطر أن يركب أكثر عدد الأشخاص ممكن عشان الخط ما لا يكون مربح ويوقف بأماكن جدا يعني خطرة على كتف الطريق عشان رفح يوقف بأماكن وبعدها نحن نتهم لازم التدريب والمراقبة أكثر حتى على اللي يسوقون الباصات يعني نحن عندنا اللي يسوق باص هذا نؤخر عنه ونسوق شيء خطر فهما هذا يجب لهم أيضا تدريب أكثر ويعني أنتو أعينكم مبادرة وطنية وشبابية لكن متفائلين متفائلين يجب لهم وتحتاج دعم كبير دعم معنوي أكثر من أتوقع ما أدي صحيح نحن نحن متفائلين جدا جدا متفائلين رغم أن الجماعة عندنا متشائمين بعدة الأوقات أن الجماعة يقولون أننا نصج باص بس إحنا دائما متفائلين وإن شاء الله مكملين على الدرب حتى موضوع أنا أول ما رحت الدوام بالباص وصلي مسيجات من الوارد والوارد وينك وينك لماذا لماذا مداوم قلت لهم أنا مداوم قلت لهم أنت وينك حين تعال بالمر قلت لهم يوم يبوي أنا بالدوام قلت لهم رحت قلت لهم رحت بالباص قلت لهم جاسم لاذا تتوي نفسك شذي نحاول نغير من هالفكرة ونطور نغير وبإذن الله إن شاء الله مبادرتكم تكون ناجحة إن شاء الله كل الدعم الحكومي وأيضا المجتمعي بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله أشكر جاسم العواضي مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية بموادرة كويت كميوت وكذلك عبد الله الروضان عضو اللجنة التنفيذية بموادرة كويت كميوت نتمنى إن شاء الله يا رب يجرب على الأغلال مران ببديها سأجرب الباص إن شاء الله تكون بداية خير على الجميع أصل وأرجع بعدها مع ضيف كريم